لمزيد من المناقشة ينضم إلينا من موسكو بسام البنية الكتب والبحث السياسي أهلا بك أستاذ بسام بداية لماذا هذا القرار كرد على الهجوم الأوكراني على سيفاستوبول من قبل روسيا يعني هذا أقل رد ممكن أن تقوم به روسيا لأن أوكرانيا تريد أن تجعل ممر فوضى وأن تستخدم هذا الممر من أجل تمرير شحنات من الأسلحة عبر ميناء أوديسا إلى أوكرانيا وقد حذرت روسيا أن هذا الاتفاق بالبداية أنه اتفاق مزدوج وليس اتفاق من أجل عيون أوكرانيا واحدة أو عيون الدول الأوروبية التي تستهد يعني تستورد الحبوب الأوكرانية فنسبة 10% فقط من الحبوب الأوكرانية تذهب إلى الدول الفقيرة والباقي يذهب إلى الدول الغنية أضيف إلى ذلك هناك الشق الثاني من الاتفاقية وهو تعهد الأمم المتحدة بالتعامل مع الدول من أجل رفع أي عقوبات أو عوائق أمام تصدير الحبوب والأسمد الروسية وحتى الآن لم يتم ذلك فهناك شركات التأمين ترفض أن تتعامل مع السفن وهناك الناقلات واللوجستيات إلى آخر أما عن موضوع التصعيد العسكري الأوكراني فهو استفزاز الأكثر ملفة نظري هو إعلان روسيا أن مختصين من بريطانيا هم من وراء من نصح الأوكراني بتنفيذ هذا الاستفزاز أضيف إلى ذلك أنه كان هناك تصريح سبق هذا الاستفزاز عن أن أوكرانيا لديها اتصالات على مستوى المخابرات مع كيف وتجهز لقنبلة نووية لقنبلة قذرة بشكل عام أضيف إلى ذلك موضوع اتهام إنجلترا بموضوع تفجير خط الأنابيب أن نفس المجموعة المختصين قاموا بالمشاركة بهذا التفجير أو بالمعلومات حول هذا التفجير هذه الأمور تأخذنا إلى حالة أننا أمام تصعيد وتصعيد مضاد تفضلي نعم يعني تعليق هذا الاتفاق ألن يفاقم الوضع بالنسبة لموسكو يعني ألن يعقد وضعها أو موقفها دوليا لا لن يعقد لن يعقد شيء روسيا أثبت للعالم كله أنها جاهزة من أجل مساعدة دول فقيرة حتى أن هناك 300 ألف طن من الأسمدة محجوزة في الاتحاد الأوروبي بالسفن ولا يتم الإفراج عنها وقد علقت روسيا على هذا الأمر قائلا نحن سنقدمها إلى الدول الفقيرة مجانا لو كانوا فعلا يريدون أن ينقذوا الدول الفقيرة التي طالما صدعوا رؤوسنا بأن روسيا تريد أن تجوع العالم لكانوا أفرجوا عن هذه الأسمدة لكانوا سمحوا لشركات التأمين أن تؤمن مثلا صادرات الحبوب الروسية لكانوا سمحوا بالتحويلات البنقية الخاصة بالحبوب الروسية لكن الغرب لا يريد ذلك هو يريد أن يستنزف الحبوب الأوكرانية لمصلحته الخاصة عن طريق هذا الممر وهذا الاستهداف اليوم بالمسيرات الإرهابي كما وصفته وزارة الدفاع هو من أجل تمرير شحنات من الأسلحة عبر البحر الأسود أنا باعتقادي الشخصي هذا قليل ما اتخذته روسيا من إجراءات وأعتقد أن في القريب العاجل ستعلن الشواطئ أو موانئ أوديسا هي موانئ محاصرة كليا من قبل روسيا من أجل أن لا يدخل ولا يخرج منها سلاح في المقابل أوكرانيا الآن تطالب المجتمع الدولي بالضغط من جديد على روسيا حتى يرجع إلى اتفاق الحبوب يعني هل في هذه المرحلة من المعركة ومن الأزمة هل يستطيع المجتمع الدولي بالفعل الضغط على روسيا حتى ترجع لهذا الاتفاق لا أعتقد أن روسيا بحاجة أن يضغط عليها المجتمع الدولي من أجل الرجوع إلى هذا الاتفاق إذ كان المجتمع الدولي فعلا يريد للعالم أن لا يجوع عليه أن يلتزم بالاتفاقية كاملة وعليها أن يضغط على كيف أن تكف عن الاستفزازات العسكرية التي تقوم بها تجاه السفن المدنية والسفن العسكرية الموجودة في ميناء سيرستوبل فإذا ما كانت هذه السفن تؤمن الممر الآمن الذي يؤمن مرور الحبوب تستهدفها كيف بدفع من البريطانيين فماذا تريدون من روسيا روسيا نعم تريد أن تصدر هي وتصدر أوكرانيا الحبوب ولديها إنتاج فائق من الحبوب هذا العام ولكن الغرب لا يريد إذن بماذا سيستطيعون أن يضغطوا على روسيا هالروسيا بحاجة التي يضغط عليها لا بكل تأكيد ليست بحاجة ولن يستطيع أحد ضغط عليها هي أرادت عن حسن نية أن تنفذ هذه الاتفاقية من أجل أن لا يجوع العالم بس هم البنية الكتب والباحث السياسي كنت معنا من موسكو شكرا لك ترجمة نانسي قنقر